القاعدة الجوية ببسكرا عنوان سلاح الجو الجزائري تكوين عالي ومساير لمختلف تطورات التي يشهدها العالم فتحت اليوم أبوابها للجمهور تجسيدا لرابطة جيش أمة وليكون الشعب أقرب لجيشه ويتطلع عن من يصنعون مجده في مختلف نشاطاتهم من خلال الشرح عن مهام هذه المؤسسة من قبل ضباط مختصين في المجال إن هذه الأبواب المفتوحة التي تندرج في إطار مخطط الاتصال لوزارة الدفاع الوطني تهدف إلى تعزيز روابط بين مجتمعنا المدني وجيشه منح مواطنين لمحة حول جزء من العتاد والتجهيزات الجوية قيد الاستغلال في الجيش الوطني الشعبي كذلك السماح لهم بالاتلاع على إنجازات قيادة القوات الجوية وكذا درجة الاحترافية التي وصل إليها أفراد قواتنا الجوية تعد أيضا فرصا للمواطنين خاصة فئة الشباب منهم للإطلاع للإطلاع والتعرف عن الفرص التي يمنحها سلاح القوات الجوية للراغبين منهم في الانضمام إلى السوفوفها طائرات بتخصصات مختلفة عينها زهار القاعدة وكانت تفاعل بين أطقم الطائرات والجمهور الذي أبدأ إعجابا بجيشه تعزيزا لللحمة بين الشعب وجيشه وبمناسبة افتتاح هذه الأيام المفتوعة ارتأينا إلا أن نأتي بالتلاميذ ليروا قدرات جيشهم الأبي المغوار ونعزز الالتماء وكذلك لنعزز الثقة تعزيز الروابط بين مجتمعنا المدني وجيشه والتقوية الرابطة المقدسة جيش الأمة ومنح مواطننا لمحة حول جزء من العتاد والتجهيزات الجوية قيد الاستغلال في جيش الوطني الشعبي والسماح للجمهور بالتعرف أكثر على قواتنا الجوية التي عرفت مراحل عديدة كما أن الأبواب المفتوحة سمحت بلقاء بين إطارات سلاح الجو والمواطنين وهو ما خلق فوسيفساء تؤكد رابطة جيش أمة ومدى عزة الجزائري بجيشه الذي يبقى عماد الوطن في مختلف الظروف يششه خواه 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 يششه خواه خواه